أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث نخصصها للحديث عن استعداد الكويت دعم قطاع الطيران في البلاد أبدأت دولة الكويت استعدادها لدراسة طلب اليمن بتزويدها بثلاث طائرات مدنية جذلك خلال رقاء عقده وزير النقل صالح الجبواني مع نظيره الكويتي مبارك الحريس وطلب الوزير الجبواني من الجانب الكويتي نظر في الدراسة المعدة لإنشاء ميناء قناة بمحافظة شبوى وإمكانية مساهمة الكويت في توفير الاحتياجات الملحة لتوسيع وتطوير مطاري سيئون وغتاق إلى ذلك أعلن التحالف السماحة لشركة طيران أفريكان إكسبريس باستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضر موت نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين وضع المطارات اليمنية بعد خمس سنوات من الحرب وما الذي يمكن أن تقدمه الكويت لتطوير قطاع الطيران في البلاد التحالف السعودي الإماراتي إجابة متكررة شعبية ورسمية عن سؤال بقاء المطارات اليمنية خارج الخدمة حيث يعاني اليمنيون في الداخل والخارج صعوبة في التنقل من بلدهم وإليها فبعد طلب متكرر من وزارة النقل اليمنية السماحة لشركة طيران أجنبية بالسناف رحلاتها إلى عدن وحضر موت وافق التحالف الخميس الماضي لشركة أفريكان إكسبريس على القيام برحلات محدودة فقط إلى مطار الريان بسيئون مشترطا ضرورة خضوع الرحلات للإجراءات المتبعة من قبل التحالف يعد مطار الريان الدولي ثالث أكبر مطار في اليمن بعد مطاري صنعاء وعدن وتوقف النشاط فيه رغم تحريره في أبريل 2015 نتيجة لسيطرة الإمارات عليه وفي نهاية نوفمبر الماضي عادت الحياة في المطار إلى طبيعتها مع وصول أول رحلة ركاب تابعة لطيران الخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة وباستثناء مطار صنعاء الواقع تحت سلطة ميليشيا الحوثي والذي يحظى بهتمام دولي فإن المطارات اليمنية ظلت طوال الخمس السنوات الماضية واحدة من المشاكل العالقة بين الشرعية والتحالف الذي رفض أكثر من مرة حتى السماح لطيرات اليمنية بالمبيت في مطارات بلدها وزارة النقل وفي محاولة منها لتفعيل النشاط الجوي اليمني توجهت إلى الكويت بطلب تطوير مطاري سيئون وعتق وإنشاء ميناء قناب شبوه وقد وعدت الكويت بدراسة هذا الطلب وأبدت استعدادها لرفض الطيران اليمني بثلاث طائرات مدنية وقد فسر مراقبون تحركات وزير النقل صالح الجبواني بمثابة يأس واضح من تعديل التحالف لسياسته ورسالة واضحة بأن الخيارات أمام اليمن متاحة وممكنة إذن للحديث ينضم إلينا من سيئون مدير مطار سيئون علي باكثير سيد علي مساء الخير أهلا بك سيد علي مطار سيئون اليوم يعد من أهم المطارات في ظل الإغلاق القصري لبقية المطارات هل كانت تقيم لنا الوضع في مطار سيئون؟ الحمد لله مطار سيئون يقدم خدماته الجليلة لكل أبناء الوطن دون تنيجيز ويقدم خدماته للمرضى للتجار أيضا وكذلك للطلاب للدراسة والحمد لله العمل مستمر فيه على قدم الوساط تمام بالتالي ما هي الأهمية التي يمثلها مطار سيئون لقطاع النقل في البلاد في هذا الوقت بالذات؟ لا شك أن مطار سيئون منفذ جوي للجمهورية اليمنية يقدم خدماته لتمكين أبناء الوطن من السفر للخارج سواء لتلجي العلاج أو الجراسة أو التجارة أو غيره وهو شريان رئى يتنفس بها أبناء الوطن والحمد لله رب العالمين نحن في جهود مستمرة من أجل تدليل صحاب المسافرين وتقديم لهم أفضل الخدمات بإذن الله تعالى بالتأكيد في هذا الوضع المطار بحاجة إلى تطوير ما هي مطالبكم لتحسين حركة الملاحة في مطار سيئون؟ لا شك أن مطار سيئون يعمل بمتانيات محدودة وشحيحة إلا أنه استطاع أن يستمر في تقديم خدماته لكل أبناء الوطن وهناك احتجاجات لتوسعة مرشأ المطار بحيث أنه يتساءل أكبر حدد ممكن من الطائرات في ظل الطلب المتزايد لشركات الطيران وكذلك تحسين مستوى أداء للتفالات البرج المراقبة والحمد لله لمسنا اهتمام وتعاون من قبل معاني وزير النجل ومن قبل الهيئة العامة للطيران المدني وذلك بدءاً السلطة المحلية كانت على تقلع بكثير من المشاريع التي إن شاء الله ستكون حاضرات في المستدبل القريب أرجو أن تبقى معي أضموا إلينا من كولا لنبور الناشط السياسي عبدالواحد العوبلي سيد عبدالواحد مساء الخير لو تسمعوني مساء الخير سياسنا الله يحييك سيد عبدالواحد مع الحرب تأثر قطاع النقل في البلاد بشكل كبير ما هي أشكال الضرر هذا من وجهة نظرك؟ أنا بسرشي أعقد على كلام الأخ مدير مطار راسيء أن الكويت لها باع تاريخ طويسي دعم مساعدة الإيمانيين والمساعدة الكويتية تتميز خصوصية التي تظهرت مثل الحرب منها ذات طبيعة مستدامة وتقدم عاون ومساعدة نلمس نتائج الكويتين على أرض الواقع ودون مجيج ودون دعاية وهذه الطائرات لو فعلا تم تخديمها وفعلا تمكت الحكومة للحصول عليها ولن يفرض عليها التحالف العربي أي قيود فستكون قطوة جيدة للإتجابة إلى الصلب المتزايد في حزب المسافرين من وإلى اليمن وتجنبهم الانتظار ليعا طويلة للحصول على حجم نعم تفضل لكن بحكم المشكلة هنا القيود الكثيرة أو المعقدة التي تحالف على حركة الطائرات في الأجواء اليمنية والتي تمنع الطائرات من المدير في المطارات اليمنية وتمنعها من الحصول على خدمات الصيانة اللازمة التي تكلف العشرات الآلاف من الدولارات في إضافة طبعا إلى الحصار الذي يفرضه الحوديين من جهة أقراء للمعقدات الأدواء الخاصة بالصيانة الموجودة في المطار طنعة والتي نعونا نقلها إلى المطارات الأقراء في عدن أو في أوم ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي تدفع التحالف لمنع إعادة تشغيل المطارات اليمنية بشكل كامل؟ من بداية الحرب والتحالف يفرض حصار خانق على اليمن بشكل عام ويقوم الإقتصاد اليمنية موضوع الطائرات والمطارات اليمنية هو موضوع متصل وذو علاقة مع مثلا منع التحالف لليمن بأن يستأنف تنظير النقطة الخاص بو أن يستأنف تنظير الغاز المسال أن يفرر سيطرته على موانئه وعلى مناقضه البرية والبحرية الإقتصاد المعروف أنه تمكن الحكومة اليمنية من السيطرة على إقتصادها معناه تمكنها من اتخاذ قرارها بشكل مستقل وبعيد عن النفول والسيطرها الخاصة بدول سحالف الإمارات والسعودية لذلك هم يحرصون على تقويض القرار السياسي لليمن عبر حفاره وتقييده إقتصاديا وما مجال الطائرات أو المطارات أو الطائرات إلا جزء من هذا القبو بالتالي ما هو دور الحكومة الشرعية المفترط قيامها به أمام هذا العباد حيث أن سيادتها على مطاراتها على الأقل منتهكة الحكومة للأسف الشديد إما متواطئة أو خانعة مع التحالف من أول يوم بدأت في عملية التحالف في اليمن والحكومة تغض الطرف أو تصفتك لما تقوم به قوات التحالف في اليمن والتي كانت أبسطها حتى بعد تحرير الجزء الأكبر من العرب اليمنية لا يزال حتى اليوم التحالف يمنع الطائرات اليمنية من المبيت في المطارات اليمنية وهذا الموضوع يكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل طائرة وبشكل يومي وهذا المشكلة تسبب أن الطائرة في هذه المطارات لا تحصل على العمليات والسيانة اللازمة للاستمرار والممان بقاء الأسطول والطائر في مستوى فني متوافق مع المعايير الدولية فالحكومة نبتها زي ما قلت يا إما متواطئة أو خانعة من التحالف ولم تتكلم ولم نسمع ربما تصريحات هنا وهناك لكن لم يحصل أن نوجد قرار أو وقصة موقف واضح من الحكومة اليمنية ضد هذه الممارسات التي تملكها قوة التحالف ضد مصالح اليمن ومصالح اليمنية وسيادته نعم أرجو أن تبقى معي أعود لضيفي من مدير مطار سيئون من سيئون أيضا سيد علي باكثير سيد علي التحالف هناك أخبار تتحدث عن أن التحالف أعطى أذون أو تراخيص لشركة أفريكان إكس بريس بعيدا عن الشركات الأخرى ورفض إعطاء الأذون هذه والترخيصات للشركات الأجنبية الأخرى كيف تفسر ذلك؟ أختي العزيزة أختي العزيزة نحن كمطار سيئون الدولي نقدم خدماتنا لأبناء الوطن بعيدين على الجانب السياسي هذا مرطب مهني يقدم خدماته لكل أبناء الجمهورية اليمنية دون التمييز ودون استثناء حزبنا هو مطارنا وهدفنا هو خدمة شعبنا بكافة شرائحه وبكافة مستوياته المواضيع الأخرى التي ليس في اختصاصاتنا ليس لنا الحق حتى في التطرق إليها أنا مدير عام مطار سيئون شخص مهني مدني بحث لا أتعلق في الأمور الأخرى إذن هذا ما ترجحك؟ هذا وفق ترجيحك لكن نعم هذا وفق ترجيحك لكن في الواقع المن على حركة الملاحة الجوية هناك من على حركة الملاحة الجوية أنت لا تريد أن تتحدث عن السياسة لكن في الواقع هناك من على حركة الملاحة الجوية في مطار سيئون إلى أي مدى يؤثر ذلك؟ على حركة الملاحة والله الحقيقة للشركة إفريكانا أكبرس أعطي لها التصريح قدم التصريح وكذلك إذا كان هناك فعلا منع ما هي الشركات التي منعها من العمل في اليمن؟ أما هكذا الحديث بصورة عامة هناك منع وزارة النجل والهيئة العامة للطيران المدني حريفة للحرص على أن تقدم التسهيلات لكافة الشركات التي ترغب العمل في اليمن وهو هدفها وهو سعيها هو تخطيط المعاناة عن المواقف هل أنا أرد السؤال لهذا؟ ما هي الشركات التي قدمت العمل في اليمن أو في مطار سيئون أو غيره وتم رفضها؟ وتم رفضها أما قضية التحالف ما التحالف فالمسألة واضحة يعني نحن في البند السادع وهناك أمور سياسية وأمور عسكرية وتفرض بعض الحالات كما تفرض بعض الحالات ولكن الحمد لله تعالى هناك ثلاثة في إيجاد التصاريخ إضافة إلى أن الم اليمنية أكثر من مرة تديد في مطار سيئون ويثم لها صيانة لألفة شكل بكل حرية وبكل ثلاثة والحمد لله رب العالمين نحن في هذه الفترة حقيقة لا بد أن نخدم المواطن بأكثر قدر ممكن من المساعدة أنا كنت قبل لحظات كنت على تواصل مع مدير عام المجلي الجوي في لها العام للطيران المجلي ذلك نحن نرحب بكل الطلبات للشركات اللي يقدم طلباته وفقا للشروط القانونية والفنية لما نحن له التصاريخ وتحال هذه التصاريخ للتعارف العربي ويتم الموافقة حقيقة نحن لا نريد الخوف في الشكاوى وفيه وفيه الحمد لله هناك تسهيلات للمسافر هناك خصوصية عندنا تعليمات من السلطة المحلية من وزارة النجل بعمل كل ما يمكن عمله من أجل تسهيل وحركة المسافرين عبر مطار سيئون علي با كثير مدير مطار سيئون كنت معي من سيئون أشكرك جزيلا الشكر أعود لضيفي من كولا لنبورة الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبري سيد عبدالواحد التحالف يمنع الطائرات حتى من المبيت في المطار هو المتحكم الأول وهو الذي يمنع إعادة تشغيل المطارات اليمنية لأنها تحت سيطرته والحركة لا تسير إلا بأمره ما هي دوافع التحالف من هذا رغم أن التحالف دائما يزعم أنه يدعم قطاع النقل في نقطة أخرى فيما يتعلق لمطار الريان هو الأستاذ علي با كثير مؤدير مطار سيئون نحاول أنه يكون دبلوماسي ويكلم الموقع المسؤولي من موقع نعم نحن لا نلومه على ذلك ولكن واقع الحال وما يحصل في أرض الميدان يخالف كل ما ذكره على سبيل المثال نحن عندنا مطار الريان مطار الريان توقفت الرحلات إليه بعد يومين أو ثلاثة بدأها من المسؤول عن ذلك وما المشكلة بالضبط هل يستطيع الاستدعالي با كثيرا أن يقول لنا إلى مشكلات لم يشاء التحدث لم يشاء التحدث الخفض في المشاكل والأمور السياسية كما وصفها براحة ونحن نتفهم موقفه ونتفهم وقعه تماما ونشكره على كل الجهود التي يقومون بها في مطار سيئون بالتالي مطار سيئون هو أفضل مطار يعمل حاليا داخل اليمن وهذه الجهود يجب أن يشكروا عليها لكن موضوع أنه التحالف لا يمنع الشركات من التواصل اليمن هل حصل أن هذه العامة للطيرات المدينة والإرصاد فتحت مراقبة أو دعت الشركات العربية والأجددية للحضور أو تشغيل رحلاتها إلى اليمن نعم أو أبسط سؤال يلقي بنفسه ما هي الشركات التي تعمل هنا في اليمن في المطارات ما هي الشركات التي توصل ما هي الشركات التي تسهي الرحلات لكن لا جواب نعم تفضل هو في رحلة الأفريكان التبرس هذه طائرة طومالية أو شركة طومالية تشغل من ميروبي إلى هئون رحلة خاصة من المطاربين اليمنين وهي حصلت بشكل آخر على التصاريح لكن معروف أن الشركات التي شغالها هي شركة برقيس التابعة للتاجر العيسي والمتنفذ في مكتب الرئاسة ومعروف أن الطائرة التي حصلت التي يضمها وصول هذه الشركات كلها خارج تواريخها الصلاحية وقديمة جدا والزمواني نفسه وزير النقل هو من مرر بشكل مخالف للقواعد مخالف للقوانين تشغيل هذه الطائرتين بالرغم أنه يعرف أنها في المنتهى القدم وفي حالات متهالكة فالموضوع كله يضيع ما بين تحكم القحالق العربي بالوضع داخل اليمن والأجواء والمشهد بشكل عام وردين الفتاة المستشري داخل الحكومة اليمنية نعم أرجو أن تبقى معي أيضا ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي سيد عبد الحفيظ مساء الخير شكرا لك سيد عبد الحفيظ تحركات جديدة تقوم بها الحكومة لإعادة تشغيل قطاع النقل كان آخرها زيارة وزير النقل الكويت وطلب تزويد اليمن بطائرة مدنية برأيك ما الذي دفع الحكومة لهذه الخطوة نعم طبعا الجمود الذي صاحب التوقف حركة النقل الجوية بشكل عام وأصيبك بالشلل خلال السنوات الماضية عدى مطار سيئون الذي بقي ينبض منفردا ورغم ذلك كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالطيران وتحكم قوات التحالف بمدارج الطيران عبوما بحكة في المطارات المدد سيد عبد الحفيظ أعتذر منك لرداءة الصوت ربما نعيد الاتصال بك لأن الصوت يتقطع إذن أعود لسيد عبد الواحد لو خصصنا الحديث وحددنا حول آثار إيقاف العمل في المطارات اليمنية على إيرادات البلاد من جهة وعلى المواطنين من جهة أخرى ما هذه الآثار برأيك؟ الأهم من موضوع الإيرادات هو موضوع تعطل مصالح اليمنين يعني بعدما حصلت المشاكل في عدد مثلا اضطر كثير من المسافرين فوال القادمين إلى اليمن أن ينزلوا مثلا في سيئون ويظهرون أن يباتوا أكثر من يوم وربما أكثر من أسبوع في المطارات الإنطلاق لكي يستطيعوا الوصول على رحلات إلى سيئون وبالتالي يتجسبون أو يتكبدون بشقة الطريق من سيئون إلى فرعاء أو إلى تاعزة والمناطق في غرب اليمن سنفتح شيء بالنسبة للمنات الموجودين في المعرى أو في المكلات تعطيل مطار الرية فوال هذه السنوات أيضا يتكبدون بشقة السفر إلى فيئون يعني يتمكنوا من السفر إلى الخارج نحن نتكلم على طلاب التزميد ومعيد دراسة نتكلم عن مرضى كثير منهم حالاتهم حرجة ويحتاجوا للإستطار بشكل عاجل للحصول على الرعاية الطبية اللازمة بالتكلم على مغتربين تم تحيلهم من دول الابتراب ولا يستلهم مكان آخر يذهبون إليه بالتكلم عن حالات كثيرة سعطت فيها مطالح اليمنيين بسبب تعطيل المطارات اليمينية وبسبب الحصار الجائر المفروض من التحارق العربية على حركة الطيران داخل اليمن نعم أعود للسيد عبد الحفيظ الحطامي سيد عبد الحفيظ لو كنت سمعت السؤال سألتك عن التحركات الجديدة التي تقوم بها الحكومة لعادة تشغيل قطاع النقل ما الذي تدفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة الأخيرة من زيارة إلى الكويت وطلب طائرات نعم أخي سريمة طبعا نعم نعم طبعا بعد حالة الشلل التام الذي أصيب الطيران المدني اليمني خلال الخمسة السنوات الماضية ومن الأسف الشديد تحكم قوات التحالف بشكل سيء وسلبي فيما يتعلق بهذه البطارات باحتبارها أحد أهم السيادة الوطنية إضافة إلى أنها أحد أهم الإرادات في اليمني وبالتالي للأسف الشديدة تم شل حركة الطيران ومما دفع طبعا الوزير الجبواني بالاتجاه إلى بحث عن منافذ أخرى بإمكان تشغيل بعض هذه المطارات كمطار ريان ومطار سيئون ومطار عدن والتي للأسف الشديدة حتى هذه اللحظة تتعرض لإشكالات من قبل التحالف كان بإمكان أن يتم تشغيل مطار عدن بشكل إيجابي وأفضل مما هو الآن وكان بالإمكان أن يتم تشغيل بعد إنهام موضوع القاعدة في حضر موت تشغيل بطار الريان والذي الأسف الشديد بقي سجنا خاصا بالقوات التحالفية وكذلك كان بإمكان أيضا دعم وتطوير مطار سيئون الذي يحتاج لكثير من البناء الأساس وغيرها من الخدمات عبد الحفيظ مطار الريان تمت إعادة فتحه الشهر الماضي وسط احتفالات وسقب وغياب للتغطية الإعلامية مع الأسف لكن حتى أسبوعين مرفقت وأغلقوا فقط وبأمر أيضا إماراتي ترى ما الذي حدث وما الذي يتسبب بهذا العباد؟ طبعا العباد الأسف الشديد واضح أصبح مستهدف للشرعية ومستهدف للشعب اليمني في سيادته وفي قراره السياسي واعتباري وما اعتبر مبادرة الحكومة عن طريق الجبوري ووزير النقل من التحالف باتجاه الكويت وعقد اتفاقيات مع شركات طيران أخرى هذا في اعتقادي قد يكثر حاجز الإهمال الذي مارسته قوات التحالف لأسف الشديد بحق الأسيادة الوطنية فيما يتعلق بالمطارات المدنية وهي بارقة خيرين لكن في اعتقادي بأن الوزير نفسه هو أصلا محارب وغير مرغوب فيه من قبل قوات التحالف للأسف الشديد لأنه صاحب قرار الوطن مستقن وبالتالي في اعتقادي بأن الأيام القادمة تتكشف عن سياسة التحالف بما يتعلق بمثل هذه التحالف رغم إعلان التحالف بأنه موافق في الأولى الأخيرة على اتفاقيات الأفريكان لكن في اعتقادي بأن إذا ما تم تشغيل هذه الحركة الطيران في تجاه سيئون أو حتى في الريان الذي الأسف الشديد أقلق بعد أسابيع وبعد قيام قليلة من فتحه من قبل الإمارات وباحتفاء واسع من قبل بيليشيات الإمارات وأزنادها وبالتالي للأسف الشديد أقلق وبالتالي هذا قرار يؤكد ضلوع الإمارات فيما يتعلق بسلب اليمنين إرادتهم وسلب اليمنين مواردهم وسلب اليمنين أجتهم وسيلة الدولة الشرعية على المطارات وعلى الموانئ وهذا معروف وأصبح جلياً ومكشوفاً من سياسة التحالف وخاصة دولة الإمارات المتعينة نعم سيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي كنت معي من مارب أشكرك جزيلاً شكر أعود لسيد عبد الواحد العوبة لسيد عبد الواحد باختصار وبدقيقتين أرجوك لماذا لا توقف الشرعية التحالف وفيها رجال يتحدثون عن عبث التحالف بمواردنا سيدة الكريمة أن طالما والحكومة اليمنية لا زالت غير متحكمة بقرارها الاقتصاد إذن هي تتضل تحت رحمة تحالف وتحت رحمة لا تحالف موضوع الطيران المدني وحركة الطائرات هذا ليس إلا جزء من كل يتعلق بالاقتصاد يجب أن تتساعد الحكومة خيطرتها على مواردها بداية من النفط والغاز وانتهاءاً بالمطارات ومروراً بالموانئ والضرائب والجمارك العبث الحاصل من ناحية الفساد وخيطرة التحالف على مخانق البلد وتنكين من لا يحق لهم قانونياً ولا إدارياً السيطرة على مطاير الليمنيين هو من يسبب كل هذا العبث الحاصل فالمسؤولين في الشرعية يتحملون جزء كبير من المسؤولية والحفار الحاصل من قبل التحالف وقواته يتحملون الجانب الأكبر ومن الجانب الآخر الحوثي نكمل الباقي إذن على أمل أن يسيقظ مسؤول الشرعية ويقدمون مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية أشكرك جزيلاً شكراً الباحث في شأن الاقتصادي عبد الواحد العوبة لكنت معي من كوالا لنبور مشاهدين نكتفي بهذا القدر شكراً لحسن متابعتكم هذه تحياتي وتحيات معدل حلقة عبد الراقيب الأبارة وكل الطاقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة